السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حاجات تحصل على النت يقول لك ده فلان كان كاتب بوست قبلها باسبوع وبعد كده حصلت الحاجات دي بكل التفاصيل اللي هو قال عليها الرجل ده يعرف الغيب ومكشفتن الحكاية بالحاجات دي اغلب الحاجات دي بيكون نصب نصب ازاي هو بيكتب بوست عادي تمام يعني كل سنوان طيبين فيها حاجة لا بعد من حاجات تحصل بيروح داخل وعمل edit للبوست دوت وكاتب ده في حاجات تتفجر وحاجات زي كده تمام زي الحساب ده الحساب ده حساب مضروب تمام بيكتب حاجات اي حاجة حاجة خاصة بكل سنوان طيبين اي حاجة وبعد كده بيعدلها بعد كده لو جيت هنا على ثلاث نقط دول وقالت له انا عايز اشوف edit history بتلاقي ان هو غير كذا مرة في الكلام تمام وبعد كده الحساب ده كان مشهور ان هو كل شوية الناس تدخل تلاقيه بيتنبأ بحاجة من من ضمنها تمام اهو كان يوم 19 نوفمبر كاتب جميع امتحانات كلية تهندس الجامعة الاسكندرية موجودة كلمان خاص لعوز الانتحانات تمام غالبا بنسب عليهم وياخد منهم فلوس حاجة زي كده وانا اعتقد ان هو شخص عادي واخد اي صورة حاضرتها تمام تاني يوم راح معامل edit لها هيتم تفجير مسجد الroader ده بعد ما تفجر بيكتب ان هو ان البوس ده قديم فانا لو تدخل على التاريخ 10 نوفمبر والتفجير حصل بعدها بيوم في يوم 24 فبس تبدأ تشك بس وغيرها بعد كده هتاني بدلا هيتم تفجير تفجير مسجد الroader في الشمال سيناء يوم الجمعة تمام وانت على الفيس هيبنى لك التاريخ الاولين 19 نوفمبر مش تاخد بالك ان هو حصل لتعديل اكتر من مرة هيتم تفجير مسجد الroader في الشمال سيناء يوم الجمعة كذا كذا فخلي بالنا من الناس اللي هي بتنسب لان هو بعد كده بيقولك ده نعرف حق كتير طب ممكن تستثمر معي شغل ناصب او هو عايز يشتهر وهكذا دي بعض انه بقات الفيك او الفشلة اللي حبنا نفضحها اشتركوا في القناة